بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة كيف تتشكل الكواكب والنجوم الحقيقة؟ هذا السؤال طرحه الإنسان قديما جدا وحاول التفكير به ولكن كل الشواهد والدلائل والاكتشافات العلمية الحديثة تؤكد أن أرضنا تشكلت أصلا من الغبار الكوني يعني الأرض أصلا مخلوقة من غبار الكواكب مخلوقة من غبار حتى النجوم مخلوقة من غبار سبحان الله كيف بطريقة عجيبة هذه الصورة طبعا لنجم في المركز هنا تشكل منذ مليون سنة حسب الدراسة العلمية وهذه دوامة هنا تسير بسرعة هائل من الغبار الكوني هذه الدوامة خلال ملايين السنين تتشكل هنا مجموعة من الكواكب وهنا نستطيع أن نكتشف الآلية التي تشكلت بها المجموعة الشمسية كيف خلق الله الأرض والمجموعة الشمسية والشمس والقمر بنظام بقدرته عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فرب العالمين سبحانه وتعالى أعطى الأمر في أول جزء من الثانية من بداية خلق الكون أعطى الأمر لتتشكل هذه القوانين التي ستحكم الكون ووفق هذه القوانين بدأ الكون يسير ويسير معه نظام تشكل المجرات والكواكب والنجوم إذن أيها الأحبة هذه الصورة هنا تدعونا للتفكر حقيقة أنا أحبب أن أتأمل معكم هذه الصورة طبعا لهذا الكوكب الذي يتشكل على أطراف هذا النجم النجم في المركز عمره مليون عام هذا الغبار الكوني من حول هذا الكوكب أيها الأحبة هو المسؤول عن تشكل هذه الكواكب وهناك في مجرتنا حسب إحدى الدراسات بحدود 17 مليار كوكب شبيه بالأرض في مجرتنا فقط يعني في مجرتنا مجرد درب التبانة هناك أكثر من 17 مليار كوكب شبيه في الأرض عدد الكواكب أكبر بكثير مئات المليارات وربما آلاف المليارات من الكواكب ولكن الكواكب الشبيهة بالأرض 17 مليار كوكب في مجرتنا الكون أيها الأحبة فيه حسب إحدى الدراسات بحدود مئة مليار مجرة كل مجرة فيها وسطيا مئة مليار نجم ما هذه العظمة أنا الآن أستحضر قول الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وتحضرني آية أخرى أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويحضرني قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء اتقان أيها الأحبة الله عز وجل الذي أتقن صناعة هذه الكواكب وهذه المجموعات الشمسية في الكون وأتقن صناعة المجرات والنجوم وغير ذلك هذا الإله العظيم الذي يعني خبر كل شيء في الكون خبير بأعمالنا إنه خبير بما تفعلون سبحان الله إنه خبير بما تفعلون بعض الملحدين استهزأ بنهايات الآيات هذه قال يعني مر غفور رحيم مرة بما تعملون مرة بما تفعلون مرة بما يعملون كله يعني أي شيء تضعه هكذا عشوائي ينضبط معك أقول أحبة في الله انظروا هنا لماذا انتهت هذه الآية بقوله تعالى إنه خبير بما تفعلون هذه الآية بالأصل تتحدث عن الحركة الخفية للجبال وترى الجبال تحسبها جامدة أي ساكن في مكانها وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون يعني كأن الله يريد أن يقول لك إن هذا الإله العظيم الذي هو خبير بهذه المخلوقات خبير بحركة الجبال الخفية التي أنت بنفسك أيها الإنسان لا تراها إنما من خلال القياسات والمعادلات الرياضية تكتشفها هذا الإله العظيم الخبير بدقائق الأمور في الكون هو خبير بما تفعلون فإذا علمت أن الله الذي حدثك عن حركة الجبال الخفية الجبال تسير بمعدل سنتيمتر في السنة أيها الأحبة بحدود سنتيمتر في السنة بعض الجبال تصوروا هذه الحركة الدقيقة جدا التي لا يمكن أن نراها ولكن طبعا الأقمار الاصطناعية رصدتها وهناك دراسات تؤكد أن الجبال تتحرك حركة أفقية وحركة عمودية للأعلى والأسفل لأن هذه الجبال تقبع على طبقات ملتهبة تحتها ولها أوتاد عميقة في الأرض تمتد لأكثر مئة كيلومتر فالله عز وجل الخبير بهذه الحركة الخفية والذي حدثك عنها أيها الإنسان هو خبير بما تفعل رأيتم أيها الأحبة إذن هذه الكلمة هنا ليست عشوائية هذه الكلمة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى عشوائيا ولو تم تغيير هذه الكلمة لاختل المعنى معنى الآية بالكامل لذلك أيها الأحبة نحن عندما نرى هذا الكون بعظمته ودقته وأجرامه نرى بأن هذا الكون يشهد على وجود إله وهذه رسالة للمشككين والملحدين يقول لك كون بلا إله طيب بلا إله من الذي صنع هذا يقول الطبيعة ما هي الطبيعة يقول لك هي الكائنات طيب من الذي صنع الكائنات يقول لك الطبيعة طيب ما هي الطبيعة هي الكائنات انظروا إلى هذا الاضطراب لذلك الله سبحانه وتعالى أنبأ عن حقيقة أن الملحد في عقله اضطرابات وتناقضات كثيرة جدا قال عز وجل في سورة قاف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مريج من كلمة مرجة مرجة البحرين يلتقيان مرجة تعني لها ثلاثة معاني أيها الأحبة الاضطراب والاختلاف ويعني بمعنى التناقض مرجة اضطربة ومرجة اختلفة ومرجة اختلطة أيضا اختلطة فالأمور مختلطة في أذهانهم هؤلاء الملحدين ولديهم طريقة في التفكير مضطربة ومختلفة متناقضة مع بعضها لذلك البحث الذي تحدثنا عنه مؤخرا قامت به دكتورة في جامعة هلسينكي في فنلندا تقول بالحرف الواحد إن الملحد يعيش حياة متناقضة بين ما يعتقد في أعماقه وبين ما يصرح به بلسانه حيث إن الدراسات والتجارب أثبتت أن الملحد يؤمن بالله في قرارة نفسه وخلايا جسده مبرمجة على الإيمان بالله وهذا البحث أيضا جامعة أكسفورد نشرته مؤخرا فهذه الدكتورة تقول يعيش حياة متناقضة حياة مضطربة هو ظاهريا بلسانه ينكر ولكن في خلايا جسده وفي البرمجة الموجودة في خلايا جسده أيها الأحبة يعني هناك سبحان الله نظام يقول له إن الله موجود سبحانه وتعالى طيب الآن أيها الأحبة دعوني أذهب معكم إلى هذه الصورة لأتأمل هذه الصورة فقط معكم لنجم يهوي في قلب المجرة نجم يهوي في قلب المجرة أنا فقط أعكست الصورة لترى لأنني أستخدم الكاميرا الأمامية الموبايل هنا أيها الأحبة أنظروا نجم يهوي في مركز ثقب أسود شيء غريب والله مركز الثقب الأسود هنا أيها الأحبة وهذه الصورة حقيقية ولكن هذا رسم طبعا هنا هنا المجرة وهذه الصورة طبعا كما نرى التقطتها أو نشرت على موقع وكالة ناسا للفضاء حيث أكدوا أن هناك نجما يهوي بشكل مرعب داخل الثقب الأسود هنا الثقب الأسود أيها الأحبة له حقيقة له جاذبية هائلة جدا جاذبية الثقب الأسود هائلة جدا حقيقة هذا النجم أيها الأحبة الذي هو الثقب يسمى الثقب الأسود ولكن القرآن سماه الجوار الكنس أو الخنس الجوار الكنس فلا أقسم بالخنس أي لا يرى مختفي وبالفعل هنا النجم لا يرى الثقب الأسود ثقيل جدا وزنه الهائل يؤدي إلى تشكل حق الجاذبية هائل جدا يستطيع أن يشفط ويكنس حتى النجوم تصوروا أيها الأحبة سبحان الله لذلك هذه تسمى مقابر كونية حتى النجوم يستطيع هذا الثقب الأسود أن يشفطها ويجذبها فتجد أن النجم يهوي في داخل هذا الثقب بسبب الجاذبية الهائلة طيب القرآن العظيم ماذا قال لنا قال سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى طيب من أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نجوما تهوي في الكون إلى مراكز جاذبية عملاقة جدا وهي الثقوب السوداء حيث تبتلع هذه الثقوب هذه النجوم وتهوي تماما كأنك ترمي بحجر هكذا حتى مسار النجم يشبه بحجر يهوي من السماء طيب هذه الظاهرة كيف علم بها النبي صلى الله عليه وسلم الله أنبأنا بها والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وبعض الملحدين ماذا قال؟ قال يا أخي في الكون لا يوجد جاذبية يهوي عليها النجم هذا قديما طبعا قبل اكتشاف وكالت ناس هذا قالوا إذن القرآن كان يتصور انظروا إلى التفكير السطح جدا القرآن أو الذي ألف القرآن كان يتصور أن هناك هذه النيازك التي تهوي على الأرض وتحترق على حدود الغلاف الجوي طبعا من رحمة الله بنا أنه وضع غلافا جويا قويا جدا درع درع للأرض وسقف نحتمي به وقال سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون هذا النيزك الذي يهوي كان النبي يظنه أنه نجم يسقط على الأرض فقال والنجم إذا هوى مع لالم أن القرآن هذه رسالة للملحدين القرآن يميز بين النجم وبين الكوكب وبين النيزك النيزك يسميه الشهاب فأتبعه شهاب ثاقب له اسم النجم هو نجم وبالنجم هم يهتدون نحن نهتدي بالنيازك بالله عليكم بالمنطق يعني العرب قديما والناس قديما قبل نزول القرآن كانوا يهتدون بماذا في الليل الدب الأكبر والدب الأصغر ونجم القطب وكذا كانوا يهتدون بنجوم حقيقية فعندما يقول الله تعالى والنجم إذا هوى يقصد نجما حقيقيا يهوي داخل ثقب السود إذن أيها الأحبة هذه اللوحة تشهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عندي بل هو وحي بالفعل بالفعل هو وحي لذلك قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر